سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأم 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 بر الوالدين وبر الوالدة أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الآن أريد أن أطرح عليكم حادثة وكلكم من أهل الخير وأهل الخبرة فلعل أحدكم يدلي بدلوه فيرشدنا إلى ما هو السبيل الأمثل للتعامل مع هذه الحادثة شاب هو وحيد لأمه أمه يبدو شخصيتها قوية ومتعلمة جامعية ولديها هذا الشاب وبنات أخوات له لكن هو وحيد هذا الشاب الله سبحانه وتعالى هدى ودأ يصلي وبدأ يعتني بأمه ويساعدها كثيرا في أعمال المنزل المهم الذي يواجهه أن أمه لديها متطلبات كثيرة وتقس عليه الآن تطلب منه طوال الوقت أشياء يعني تحاول أن تضايقه وهو يتحمل ويتحمل لكن نحن بشر فسألني ماذا يفعل يعني بدأ يضوج داخليا لماذا تعامله بهذه الطريقة وهو يحاول درها والإحسان إليها فماذا يفعل معها هذا هو كان سؤاله سؤاله توافق أنني يعني صادفت إحدى المريضات هي أمرأة كبيرة في السن شخصيتها قوية جدا ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت كثير يعني آسية عندها بنت البنت هي عندها عائلة يعني مرأة كبيرة في السن كثير أمرأة فوق ممكن أمرأة 80-90 والله ما أتذكر يعني لكن كثير يعني غليظة وآسية ومتطلبة ما بيعجبها العجب كل شيء ما بيعجبها وما أتفكر غير بحالها فجننتها لبنتها شو ما ساوت ما بترضى عليها شو ما ساوت ما بيعجبها شو ما عملت مأصرة يعني لدرجة متطلباتها يعني مو معقولة حتى لحنا وقت عالجناها كانت متطلباتها يعني لحنا تعبنا منها بالمستشفى ما قدرنا نتحملها قد ما هي آسية المهم يا إخواتي يعني هاي البنت مع أنه هي سويدية يعني ما عاد أرجد الساوي مع أمها فأحيانا تفكر أنه تروح عبلد آخر تقعد هي وجوزة ولادة بلد آخر فترة بس مشان ترتاح راسها شوي شو ما عملت مورض يعني طبعا الشاب الساقهوة من هاي السويدية وسويدية تحملت متحملة وما يعني وصابرة ما بالك لحنا إحنا علينا يعني واجب أكبر وعنا يعني أم بالنسبة لنا شيء كبير كتير طريقنا طريقنا إلى الجنة إلى الجنة نعم فماذا يفعل هذا الشاب يعني أنا سبونطانت ما بيقوله تلقائيا أقول له يجب أن يصبر مهما حدث مهما حدث لكن هناك أساليب نفسية معينة يستطيع وتقنيات معينة يستطيع المرأة يجب أن يكون زكي يتعامل مشان يعالج هاي حالة مطبيعية هاي حالة مرضية هاي حالة غير صحيحة يستطيع أن يعالجها عن طريق أساليب نفسية معينة وهذا بدي هنا أنا منكم ما أشرح أنا الطريقة تبعي لحتى أسمع كلامكم وشوف شو أنت بكن تدلوا بدلكم بس أحكيكم قصة عالم أحد علماء الشام ربما هو الشيخ الكفتارو الكبير الوالد أو الشيخ أمين شيخو ما بتذكر واحد من علماء الشام الكبار كانت أمه ما لا غيره وكان عندهم بيت عربي ها في بيت العربي في فسقية محدم منها نانيرجي أو ليموني وأرض بلاط وفوق في عندكم الغرف فوق تبعا النوم المهم هاي أمه ما لا غيره كانت حبه كتير متعلق فيه زوجته فصالت غار من زوجته وهذا شيء طبيعي فكل يوم تلاقي مشكلة مشان تخليه إنه يعنيئة لأهو مرته فهو قال ألا لمرته مرته فهيمي كمان ألا شو فيه أمي الله يخلينا إياها بدنا إياها تعيش معنا وهي راضي وتموت هي رضياني عنها الله يبارك إنها بعمرنا ويطول الله بعمرها إذا بتقليك السماء خضرة اللي للسماء خضرة إذا بتقليك السماء الأرض صفرة اللي للأرض صفرة شو ما بتقليك اللي لقي قالت له إن شاء الله متفقة هي ويا فهي من المره المهم يا إخواتي اللي صار إنه يوم الأيام جاي من الشغل لا أمه أعدم حد الفسئية البحرة المي قال لأ شوفك يا أمي بعد ما بوس إيديها ورجليها قال لأ شوفك يا أمي أطلو بارتك ساوت هيك وبرتك ساوت هيك وبرتك ساوت هيك قال لأ أذكرت والشيخ أمين شيخه العلامي أمين شيخه نعم المهم لما أطلو هيك قال لأ طيب أنا بحكي معها طلع اللي عمرته لفوق الغرفة لقاها قاعدة بغرفة أنه قاتلو صدقني ما ساويت للا شي قال لأ طيب شوفي أنا حمسك العصايا واخبط على التخذ وانتي قولي آخو دخيلك والله هي مسك العصايا ونزل يخبط على التخذ طاخ هي تقول لك دخيلك يا شيخ طبعي والله ما بأساويها ويخبط على هالش اسمه راحوا طلعوا من الشباك لو أمه قاعدة عم ترقص حول البحر عم تقول الله يرضى عليك يا أمين الله يرضى عليك يا أمين فيا شيخي يا حبيبي شو ما بتقول لك أمك ارقص لها وقل لك أمريك على الرأس وع العين عارك شلو بتنال بتنال سعادة الدنيا والآخرة السلام عليكم